بلدة الخليل القديمة تشهد هجمة غير مسبوقة من قبل المستوطنين الذين يستبحون العقارات والمباني الفلسطينية ويقتحمونها تحت غيطاء وتأمين من سلطات الاحتلال استعد للتفتيش الدقيق وللإهانة المذلة والتوقف كل مئة متر عند نقطة عسكرية إذا ما قررت زيارة بلدة الخليل القديمة مريب مخيف بتمشهد حاراتها فالأعلام الاحتلالية تلغم أسطح المنازل توجهنا لمبنى تملكه عائلة الزعتري منذ أكثر من مئة عام كبرت العائلة توسعت وخرجت لتسكن المدينة فتركت البيت مؤجرا بأيدي عائلة عربية أمينة لزوم ترميم البيت دفع بالعائلة المستأجرة لتركه فترة وجيزة اقتنس المستوطنون الفرصة اقتحموه واستولوا عليه قبل أن يتم إخلاؤهم بقرار محكمة ليعاود المستوطنون بعد سنتين الاستيلاء عليه مرة أخرى كانوا دخلين بأعداد كبيرة يمكن خمسين مستوطن أو أكثر في كل الغرف وعلى السطوح وباب البناية في الشارع جابوا الشمبانيا وصاروا يحتفلوا أنه هما استولوا لما يكون إشي حقك ملقك ويجي إنسان من برة متشرد ما إلو لا وطن ولا أي حق في هاي البلد وياخد إشي إليك قديش بيكون صعب على الإنسان شعوره رح نضل نطالب في استرجاع البيت لآخر نفس ولآخر شخص من العائلة جربنا كذا مرة نقرب على الباب ممنوع بس أنا عندي أمل أنا دائما متفاء لهم بنضفوننا فيه من الوسخ اللي كان فيه إن شاء الله إحنا بنرجع بنسكن فيه تتقاسم حكومة الاحتلال الأدوار مع المستوطنين لتهويد بلدة الخليل القديمة تؤمن سلطات الاحتلال عملية الاستيلاء تتقدم لجنة إعمار الخليل برفع شكوى لشرطة الاحتلالية التي وإن قامت بإخلاء المستوطنين من المنزل تغلق البيت بقرار عسكري باعتبار أن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة تماما كما جرى مع عائلة الزعتري بالأمس القريب استطعنا إخراج هؤلاء المستوطنين من مبنى عائلة أبو رجب وكان هذا الاقتحام لهذا المنزل غير قانوني واقتحموه في شهر 7-2017 وفي الوقت الذي خرجوا منه من بيت أبو رجب تم بعد يومين اقتحامنا ببيت الزعتري هناك تواطئ من قبل سلطات الاحتلال مع هؤلاء المستوطنين يعني وكانوا انكسرت شوكتهم فحتى إنهم يعودوا هذا الموضوع يقولون اخرجوا من هذا البيت وروحوا لبيت تاني هنا في أمر محكمة غاد ما في أمر محكمة شريعة الغاب ما يحكم بلدة الخليل القديمة يحلو البيت في عين المستوطن يقتحمه يطرد أصحابه ويحتفل بالاستيلاء عليه أما ما بعد الاستيلاء حي كامل مهدد بالإزالة للتأسيس لبؤرة استيطانية جديدة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل زينة صندوق رؤية